الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طريق الحياة شاق ما هو سيران والرحلة إلى الآخرة تستلزم شغل ما أقل حياء من طلب جنتي بلا عمل نحن نزلنا من الجنة هنيك وطننا وبنا نرجع على الجنة إن شاء الله يعني ما حرزه مشان أيام قليلة في الدنيا نضيع طريق آخر ما هي الرحلة بتنتهي بسرعة شلون بتنتهي الرحلة ما بنعرف مثل أي رحلة مدرسية مثل أي رحلة تصييف مثلا مثل أي مشوار بعدين له نهاية والنهاية عجيبة جدا أولا موت أولا موت وبعد منها لبث في القبر بدنا نعود الأمم السابقة كلية تقعد في القبور عم تستنانا إلنا نحن آخر الأمم فنحن إي نعم لما بتنتهى هالأمة هاي آخر شيء وبقى الأرض إي نعم الله سبحانه وتعالى يبدل السماوات غير السماوات والأرض غير الأرض ونحشر على أرض غير هالأرض هاي ومنقف كلياتنا حفاتاً عراتاً غرلا وكل واحد فينا عم يبكي على حاله شوى الزوادي اللي أخدت معي بالسويد الوش مو زوادي هاي ليش ما اشتغلت مثل عالم والناس بيزوادي ليش لا تبكي من هلأ ظبت حالك ظبت أمورك غم يتفتح صرنا هنيك أخذ معك زوادي كنت مر على أحد الناس سبحان الله رجل عنا نحسبه إن شاء الله أنه كان من الصالحين كان فاتح مطعم كنا نمرصوب ونسلم عليه فنسأله يقول أنا جاهز لا علي صلاة قضاء لا علي صيام قضاء ما علي زكاة ما علي حج ما علي شي بنوب كل ياتهم جاهزوا مشان أمشي للآخرة وأنا جاهز هلأ فسبحان الله يوم بيوم مرأت سألت عنه قالوا لي راح تم يستعد للآخرة لحتى راح على آخرة فأنا نعم سبحان الله هيك ناس بغبطة حسد غبطة يعني حسن كيف يتعامل مع حياته ونحن الهلأ ما نعرفاني كيف نتعامل مع حياتنا لساعتنا نعم دفتري مثل دفتر السماني كله شخوطة هي منيحة وهي ما منيحة وهي زبطناها وهي رقعناها وهي كذا طيب امتى لحظبط الدفتر تبعي والله ما لي خايف غير أمشي ولسا على الدفتر لك هي أخذت إشارة على أنه روحتك أو شكي ضبطي بغراضك وما ضبطي بغراضي ليش هيك بني آدم مشو يعني متأمل البني آدم يعني على كم جنازي صارنا مصلين هلأ قديش منمر من جنب المقابر ومنشوفها الأقبور وما كنا نتعيز ما كنا نقول لحنا نفس شايفي وين راحة العالم وانتي التاني رايحة في ناس اشتريت أقبور مجهز أبره ومع ذلك ما له جاهز هو للروحة مبارح كنت عمل لهم عمل لهم والله يعني تجهيز المقابر وكذا وهي فانالهم معناته الروحة على نجهة يعني منشوف تشكي كل أبر صار حقه مدري كم مليون يعني بيجيب شقة هذا حقه فانا الروحة على نجهة سألت حفار أبور مبارح كان قاعد بالدرس عنه قال بيطلع الأبر سبعين ألف ليرة ولي والله صار كمان حتى بنجهة صار غالي والقبر إذا كان ساولنا قبر شو بدنا القبر يكون عبارة عن أحجار حواليه لا يكتبوا اسمنا ولا يكتبوا شيء أو في خير القبور الدوارس خليها ممعروفة منه هاد بجزة حدا مرأ من جنبه وقرأ له الفاتحة دعاله لا صاحب القبر لعله عسن والله سبحانه وعنه يكرمنا بالتواضع الإمام أحمد بن حمد رحمه الله تعالى شافوا تلميزه بالرؤية قالوا يا سيدنا ما فعل الله بك قال أوقفني بين يدي سألوا رب العالم صحيح تعالى قال بما جئتني يا أحمد شو الزواد جايب لي هو الله صحيح تعالى أعلم فقال يا رب جئتك بعلمي أو إمامنا إمام أحمد إمام قال يا رب جئتك بعلمي فقال أنا الذي وضعته في صدرك يا أحمد قال يا رب جئتك بصلاتي قال أنا الذي علمتك يا أحمد قال يا رب جئتك بقيام الليل قال أنا الذي أوقفتك بين يدي يا أحمد قال يا رب جئتك بصيامي كان دائم الصيام قال أنا الذي كنت أصبرك على الطعام والشراب يا أحمد قال يا رب جئتك بتعليمي للناس شوف الأمم اللي بتععد وليسكرت فقال يا رب جئتك بذلي وانكساري قال الآن يا أحمد فإذا كان شفنا طاعة الله سبحانه وتعالى أجرها على إيدينا لازم نعرف أنه هي مني من الله سبحانه وتعالى علينا الله سبحانه وتعالى أتمنى علينا منى علينا بأنه خلقنا نصلي أكتير ناس ما عنده قيام ليل أنت عندك قيام ليل ما عنده صيام غير شهر رمضان عندك صيام ما عنده زكاة ما بتدفع زكاة واللي بيصلي ما يدفع زكاة الله سبحانه وتعالى ما بيقبل منه لأنه ربطوا الصلاة بالزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فديننا متكامل وهي هالرحلة هي بده الشغل بده وراء أو ألم ما بده شغل دروة شي شو ما بتقول الله سبحانه وتعالى بيقبل منك ما في مشكلة لا اليوم صباحا كنت أعيد مع مشايقين نعم سبحان الله في مكان يكي قاعدين فبيقل لي أحد المشايخ اللي أنا تعلمت هو تخرج من كلية الشريعة بس ببدايته اللي تعلمت أحكام التجويد وأقرأ القرآن بالتجويد بدون ما أنه آخذ أحكام التجويد من حدا يلي بيحب شغله بيأتقنه يلي بيحب دينه بيتعلمه يلي بيحب يطلع نجار بيناعم بتلاقيه سبحان الله دغري مباشرة صار نجار يلي بيحب يطلع حداد بتلاقيه إيصار يتعلم لحداده واللي بيحب الطب بتلاقيه سبحان الله إذا قرأ الطب بيطلع نعم الآن الصيادة اللي كتير فيه ناس قاعدة بالصيدلية وما تخرجت من كلية الصيدلية وإنما نعم سبحان الله قاعدوا صار عنده خبرة صار يعرف كل دواء لإيش هو نعم قاعد يبيع إدوية بس أهم شيء ما يعطينا دواء بدون راشيتها نعم فهدولي نعم بيعوا إدوية شو لأنه بيحب الشغله طب نحن ليش حفظنا إيش الأحكام كليات التجويد والقرآن الكريم والفقه والحديث الشريف ليش حطيناهم بقلوبنا وحفظناهون لأنه ديننا فديننا سبحان الله لازم الإنسان إينا عم يتعلم أمور شريعته وأمور دينه لأنه الجهل بأمور الشريعة مشكلة سيدنا علي الله يرضى عنه قال قسم ظهري اثنان عالم متهتك وجاهل متنسك الجاهل لما يصير ناسك مصيبة يخرب الدنيا بصير بقى بيفتي اي نعم يهرف بما لا يعرف شو ما سألوا عن أي مسألة بيجاوب اي نعم تلاقي هي بيفتي فيها هو هي بيحكي فيها اليوم الصبح كان عم يحكوا لي اي نعم عن بعض المشايخ سبحان الله يعني هو مو شيخ بعدين اي نعم يعني سمعت انه شلحوا اللفي اي نعم وانهوله كل شيء له وضع بالمساجد لأنه كان يشتغل بالسحورة وكان يشتغل بالتكبيس وكان يشتغل اي نعم اتلاقي والطلاق اي نعم حالة مئة مرة طلاق عشر تلاف ليرا بيرجع له مرته وكذا لا هذا مو شغل ها فما يكفي انه يكرلك استجادة الصلاوائف عليها او مسبحة الفية اي نعم قاعد عم تذكر اي نعم ما بيكفي فلابد من العلم ديننا سبحان الله يعني ما يقوم الا بالعلم تدرس مشان تطبق مشان العلم اللي درسته ان يطبقه الرحيل الى الاخرة سبحان الله بيتطلب جهد بده شغل بده شغل الا شوف الدكتور قديش كم سنة بيدرس مشان صير الدكتور والصيدلي كم سنة بيدرس مشان صير صيدلي والمهندس كم سنة بيدرس مشان صير مهندس واللي بينجح بالواسطة بيخرب الدنيا فاللي نجح بالواسطة معناها لا صار طبيب ولا صار مهندس ولا صار شيء الجسور بيخربه والمرضى بيهلكه وبعدين الطبيب إذا كان تدخل في غير اختصاصه يضمن حتى يحكم عليه بالسجن فإذا كان عالج مريض مو اختصاصه أنه إلا فيه عنه الطبيب داخلية عنه طبيب أنفذ حنجرة عنه طبيب عيون ففيه كتب الفقه هلأ بالنسبة لأحكام الصيام فإذا كان سألت مثلا طبيب باختصاصه وقال لك افطار دك تفطر أما طبيب بغير اختصاصه لا ما بسمع منه طبيب أنفذ حنجرة قال لي ألبك تعبام دك تفطر ما بأخذ منه فتوى هذا كلامه مو فتوى فلذلك كل إنسان له اختصاص بيمشي فيه طبيبي إن عم يشتغل بغير اختصاصه ويتلف إنسان بينسجن شرعا يسجن نعم لأنه تدخل بشيء ما هو إله والشريعة يعني كمان نعم أمور هالدين هاي شمحان الله الناس يعني بتشتريع الفتوى وأجراؤكم على الفتوى أجراؤكم على النار فالإنسان إذا ما بعرف مسألة يقول ما بعرف مشكلة يعني من قال لا أعلم فقد أفتا يعني إذا قلت ما بعرف يعني بتنزل إيمتي إذا الإمام مالك رحمه الله تعالى وهو شيخ الدنيا جاه إن كان 33 مسألة أفتا في سبع مسئليات شرعية والسانبياء هنا عمل كليات شرعية وكلية الحقوق وأدب عربي كله عم يدرس عندي فاز طالب هنا عم من كلية الشريعة رفع يدون نالوا نعم قال شيخ إذا واحد عنده أربع نسوان وحلف بالطلاء أنا واحدة بتطلق بيناتون عمه الله ما بعرف بتقولوا ما بعرف وأنا قلت ما بعرف وشوف بقى الجامع الطلاب كل ياتون يتضحكوا إذا أنت مألف لكتاب ما بتعرف مين بتعرف لكان إلا أعلم رجع السألة المشايخ نالوا سيدي نعم يعني إذا إنسان عنده أربع نسوان وحلف بالطلاء أي واحدة يطلق بيناتون قال بدي عين وحدة إذا ما عين وحدة القاضي بيعين وحدة مون في وحدة بتطلق فيها مين طلاب في وحدة بتطلق بيناتون ما في مجال إذا سأل مسألة أحيانا الواحد بفكر بيعاله بيليك أول وحدة أو آخر وحدة لك أيش شغلات ما بتشتغل فيها بالرأي والله إي نعم سأولي كاسة تمت هيك وأعود لها يلف إجر على إجر والله أنا بقولي إمكان آخر وحدة شوف تقولين أولك أنت إن شاء الله رأيي ورأيك حقو فرنقين هذا دين الشيء اللي الله سبحانه وتعالى أنزل وفهمونا يا العلماء هو اللي منمشي فيه أما والله هيك أنا أفتكر هيك أفضل أو هيك بيقولي عائلي فشو بدي لك عائل أصلا لو فيك عائل إي نعم أفتيت بدون علم فلذلك أخوانا سبحان الله يعني أنا شهدت مرة كنت عند عند أحد المشايخ وهو من كبار العلماء فأتوا لعنده اتنين كل واحد جاي لحاله جايين يستفتوا بمسائل واحد استفتاء والتاني يجاوبوا لك أنت شون عم تجاوبوا ما أنت جاي تستفتي بس لأنه الناس كلها سبحان الله يعني أنا أمور الدين كلها بتفتي فيها يعني هلأ بالنسبة لل للعدة بالعدة نعم سبحان الله بيحبسوا المرأة أربعة شهر وعشرة أيام ضمن غرفة بيقفلوا عليها ممنوع ترد على التليفون ممنوع تستقبل حدا ممنوع تحاكي حدا ممنوع 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 منين جابونا كلها المنع فلذلك وشو بيقولوا لي والله سألنا الناس أي ناس الله سبحانه وتعالى قال فاسألوا أهل الذكر أي أهل العلم إن كنتم لا تعلمون ما قال نسأل أي ناس شو في الختائرة بتلاقي قاعدين أين عم هيك بفصلوا لك حقيب سأولك بقى مسائل في الشريعة ما أنزل الله بها من سلطان فنحن بالنسبة لنا لو بنحتاج مسائل نسأل عنا مشايخ نسأل عنا أهل الاختصاص مسائل الطلاق نسأل عنا لدارسين أحكام شرعية نسأل الفقه والصلوات والسجود السهو وكذا نسأل عنا أئمة المساجد هدولي لأنه عايشين دائما بيديون الكتب والصلوات فهنا بيجاوبونا العامي سبحان الله اليوم من الصبح شاهدت أسئلة على موضوع الحج الناس عم تسأل أي نوع من أنواع الحج يعني أفضل في عنا حج مفريد في عنا حج متمتع في عنا حج قارن واختلفت الأدلة أنه النبي عليه الصلاة والسلام أي نوع من أنواع الحج حج فيها فعند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حج الإفراد وحج الإفراد أنه الإنسان يوقف بالميقات ويقول اللهم أني أريد الحجة فيسره لي وتقبله مني نويت الحجة وأحرمت به لله تعالى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخر التلبية هيك بيكون أحرم بالحج فبيدخل حج هلأ نعم بيفوت مكة بيطوف وبيسعى بين الصفة والمروة وبيستنى لحتى يطلع على عرفات ومينة مزدلفة ومينة بعدين بيطوف طافة الإفاظة بعدين يصفى عليه رمي الجيمار ولا عليه دبح ولا عليه شيء المتمتع بيفوت بعمرة ما يفوت بالحج ليش لأنه يفوت بالعمرة طاف وسعى وحلق شعراته بمجرد ما حلق هلأ نعم ما عاد محرم هاي مين بيفوت متمتع يعني يفوت لسا في عنده مثلا سبعة اثمانة أيام بمكة عمين ما يطلعوا على عرفات سبعة اثمانة أيام مشقة والإنسان محرم فيه فسبحان الله ما بصير يغطي راسه ما بصير يغطي رجليه نعم ما بصير يتعطر ما بصير يستعمل مثلا شغلات هيك نعم يقص ضفيره يحلق شعراته فهو محرم طالما محرم نعم بالنسبة له الإحرام مشقة فبيدخل متمتع معنى متمتع أي بأنه بفوت عمره طوافه سعي بيأسر شعراته أو بيحلق شعراته وبعد منها اينا عم بيلبس المخيط وما عد في عنده أي مشكلة بيعود السبعة اثمانة أيام بمكة وهو اينا عم بيأواعي بتما نزل حجة بيشلح الأواعي بيلبس المناشف بيأحرم بالحج بيأحرم من الفندق اللي هو فيه أو بيأحرم من الحرم ما في مشكلة بيأحرم وبيبدأ الحج عنده إن عم مباشرة بيطلع على على ميناء مشان يبات فيه ليلي لكن في عليه دبح بده يدبح شات شكرا لله سبحانه وتعالى بأنه إيش بقى أنه جاب حجة متمتع يعني قعد سبعة اثمانة أيام بمكة وهو لابس أواعي وإذا معه زوجته بعيش حياته الزوجية هو وياها ما في أي مشكلة إذا أخذين غرفة خاصة فأعادي مع بعضهم البعض أي نعم ما في أي مشكلة القارن بيفوت سوا حج وعمرة لكن القارن أي مخالفة شرعية بده يدبح شاتين مو شات وحدة وآخر شي بده إينا عم بالنسبة له بده يدبح فإينا عم بده يدبح بده يدبح شات نعم فأعم أشترولي ما عم أفهم عليه وانشفت دونه دولي تبعات الإزاء هاي هي إيه اللي قربت اسمه ضروري تعد أشترلي بها فكرتوا النايمين لما عم تعمل لي هيك لحالي ناموا ودوني أول أنه الحديث بنيم يلي مو رايع على الحج بينام ولي بديروه على الحج بيصحى ولي رايع على الحج بيسترجع ذكرياته إن شاء الله الله سبحانه وتعالى بيكرمنا نحن وياكم سنة من السنين سمحوا ل مين من كان يطلع الحج هلأ مثلا بيعطونا كانوا لما كانت سعودية تعطينا يعطونا 35 ألف حج فإذا أنت بدك تروح وأبوك دو يروح مين يروح يعني أنت لم أبوك لا أبوك أبدا فلذلك عم يصير لعدد 35 أحيانا بنقص ألف فبيفتحوا مجال نعم للأصغر سنة سنة عمين ما يغضو سنة من السنين فتحوا الحج لمين من كان وليحجوا معي كلهم شباب وما في أحلى من حجة الشباب سبحان الله نطلع عضهر الباص نلبي نحن عضهر الباص نعم نمشي سواء والإعلام بإيدينا نعم نتلاقي إعلام الفوج تبعنا نتمشى بيمكة المكرمة المدينة المنورة بينما الختائرة سبحان الله بتلاقيون عضهر الباص بدون ونشير فعوا عضهر الباص نعم فبتلاقيه ماشي لحاله عايف حاله الروح على الحج ما في أحلم منها كنا نأخذ الحج بخمسة واربعين ألف اليوم بيكلف يمكن شيء مليونين الحج صار نعم لحتى يروح ويرجع إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يرجعنا الأمان لبلادنا نرجع نشوفها تاني مرة نعم هالبلاد نعم صار مسامحة بين هالبلاد ورجعت السفارات ورجعت الحج ورجعت العمرة نعم خلينا نطلع بقى كنت كل سنة أطلع ثلاث مرات على العمرة أضي الأيام هناك مكة والمدينة صارت حلم مبارح أحد الأخوي هداني أطعت نعم من توب الكعبة هداني ماشي ومبروزة نعم فسبحان الله يوم أعطاني إياها وأنا قاعد بالمحاضرة جب لي إياها وأعطاني إياها فقبلت وصرت أبكي مبارح كانت الليلة اللي نمنا فيها مبارح كانت الليلة لأنه في عنا نعم هالقطعة قطعة من توب الكعبة محتوطة بغرفتنا أعدنا نبوسها وأعدنا جنب منا أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يجمعنا كل ياتنا إن شاء الله بحج بيته الحرام نعم ندخل هيك ملبين مع بعضنا البعض وفي هذا القدر الكفاية